لم تكن تمضي سنة على الاجتياح الأمريكي للعراق حتى اصطدمت القوات الغازية بأول معركة عسكرية مع سكان مدينة الفلوجة في الرابع من نيسان عام 2004 استمرت نحو شهر شرارة المعركة اندلعت على خلفية حصار القوات الأمريكية ومنع الدخول والخروج منها بعد مقتل أربعة من شركة بلاك ووتر الأمريكية لتنطلق محاولات قوات الاحتلال لاقتحام المدينة والسيطرة عليها فتصدى لها المقاومون مكبدين جيش الاحتلال بكل ما أوتي من ترسانة عسكرية وتكنولوجية خسائر لم يتوقعها كبار القادة الأمريكيين حتى أن الرئيس الأمريكي جورج بوش اعترف بأن قواته واجهت أياما قاسية تمكن المقاومون من إحكام سيطرتهم على المدينة ومنع القوات الأمريكية من التوغل إلى داخل المدينة بالاستناد إلى التنظيم المحكم بفرض السيطرة على أرض المعركة وأحداث إرباك للقوات المهاجمة وكان هذا باستعمال أسلحة بسيطة مع تكتيك حرب العصابات القائمة على نصب الكمائن واللجوء إلى تقنية الكر والفر أحدث خللا في القوات الأمريكية المهاجمة ليلجأوا إلى اعتماد القصف العشوائي للبيوت مخلفين أعدادا كبيرة من القتلى والجرحة في صفوف المدنيين العزل لتصبح الفلوجة المدينة الوحيدة في العراق الخالية من وجود القوات الأمريكية لنحو تسعة أشهر معركة الفلوجة الأولى التي كانت أولى المواجهات الشعبية مع قوات الاحتلال الأمريكي كانت عبارة عن رسالة واضحة للاحتلال أن الشعب العراقي أو الجزء الأعظم منه يرفض الاحتلال كما كانت نقطة الانطلاق لمشروع المقاومات الوطنية التي خاضت معارك دارية في بغداد والموصل وصلاح الدين وديالة ترجمة نانسي قنقر